موسيقى 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 الأوضاع المتدهورة في البحرين استحوذت وللأسبوع الثاني على التوالي على اهتمام العديد من الدول المشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة والمنعقلة في جنيب حاليا بعد أن افتتح المفوض الأممي السامي الأمير زيد بالراعد الحسين أعمال الدورة الأسبوع الماضي بالحديث عن سحق سلطات البحرين لأصوات الشعب جاء دور عدد من الدول الأعضاء لتسليط الضوء على مختلف أنواع الانتهاكات الجارية في البلاد ومنها تلك التي أثارها ممثلوا كل من سويسرا وجمهورية تشيك والدنمارك وإيرلندا لأسنة من المفوض الأممي المترجم للقناة المترجم للقناة ونصة غير مبررة لتوجيه انتقادات وإشارات سلبية خاوية وغير موضوعية لمهاجمة مملكة البحرين وبدو النظام اللي بسكن في فنادق فارها فشل في بيع بضاعته الفاسدة إلى المجتمع الدولي المدرك لحقيقة ما يجري على الأرض ما حدف ممكن ينكر أبدا إنجازات اللي تحققت تعرى النظام الخليفي وسقطت ورقة التوت عنه بفضل صمود أهل البحرين في الداخل ونجاح الناشطين الحقوقيين في الخارج الذين يبدلون جهودا مضنية من أجل إيصال صوت شعبهم إلى أسماع المجتمع الدولي الكرة أصبحت اليوم في ساحة مجلس حقوق الإنسان المطالب بإعطاء الوضع في البحرين أولوية في حواراته وتحت مناقشات البند الرابع فلقد بلغ السيل الزبا ولا يستبعد مراقبون انفجار الأوضاع في البلاد وبشكل يهدد استقرار المنطقة ما لم يكن هناك تحرك أممي جدي شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر بحقًا